انفراجة تلوح في الأفق في ملف تشكيل الحكومة اللبنانية المعقد ذلك ما يبديه تصريح النائب عن ميليشيا حزب الله الذي أكد أن تشكيل حكومة سعد الحريري بات قريبا جدا تصريح النائب في ميليشيا حزب الله يحمل رسالة إيرانية بالموافقة على تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة الحريري حيث أن إيران ممثلة بميليشيات حزب الله هي نفسها التي وضعت كل العراقي للسابقة أمام تشكيل الحكومة من أجل تحقيق مكاسب سياسية تصب في مصلحة نفوذ طهران وهيمنتها على القرار اللبناني الأيام المقبلة كما يبدو ستشهد حل حالة سياسية للصراع الناشب بين الفرقاء على الحقائب الوزارية حيث قام رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس البرلمان نبيه بري بتكليف مدير الأمن العام بالتدخل بين الكتل والأحزاب وحل خلافاتها تكليف مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم بحل الخلاف بين الكتل جاء من كونه موظف من الدرجة الأولى ويحظى بثقة الطبقة السياسية برمتها كما أن تحركاته لا تسبب حرجا لسعد الحريري ولا تعد انتقاصا من صلاحياته كونها موضوعة تحت سقف التواصل التقني لصالح الرئيسين عون والحريري لكن الفرقاء اللبنانيين وإن أجمعوا على طي الخلاف ظاهريا إلا أن كل فريق يسعى إلى السيطرة على أردود الأفعال المتبادلة بين القواعر الشعبية في وقت تؤكد تصريحات رسمية للفرقاء اللبنانيين على التمسك بورقة التفاهم بينهم مصادر ديبلوماسية عربية حثت بيروت على العمل من أجل الظهور بحكومة جديدة مكتملة قبل انعقاد القمة العربية الاقتصادية التنموية التي يحتضنها لبنان في 19 من الشهر الجاري وتؤكد تلك المصادر أن مستوى التمثيل العربي في القمة وجدول أعمالها سيتأثران كثيرا بغياب أو حضور حكومة كاملة الشرعية تمثل الدولة المضيفة